السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اصدقائي العزاء اهلا من الحال بس جديد من دروس سينوفور دي تحياتي لكم احمد سمير والجزء الثاني من الهارد سيرفس و هنعمل مع بعض النهار ده عبوة التنزيف اللي قدام حضركو دي طبعا انا اضطريت الغي الرسمة اللي عليها عشان حقوق الملكية و ما يحصلش مشاكل في القناة والحالة دي والصورة كده كده انا هنزلها لكم على الجروب وعلى التليجرام اللي حابب يحصل عليها يلاقيها نتغفر ان شاء الله يلا نبدأ هنزل اول حاجة سلندر وهنخلي الروتيشن سيجمان بتاعته 18 و هنشيل الكابسي بتاعه و هنحولها الى تيبل و هنبدأ ان احنا نصغر بالشكل ده كده و نبدأ نصغر شوية السلندر بتاعنا على الحدود بتاعتنا بالشكل ده كده و هنبدأ نشتغل من فوق هنيجي نشيل النص كده الدوت بتاعتنا و هنجيب بلسكيل بتاعنا و نبدأ نمسط من اتجاه الزد و نشدها بالشكل ده كده الزد من الروتيشن بتاع الزد مش كل نبقى معانا بالشكل ده كده و نبدأ ان احنا نزبط الحدود بتاعتنا بالشكل ده كده على الشكل بتاعنا الشكل ده كده و هنبدأ نشد و هنضغطين على Alt و نبدأ ان احنا نفتح الحدود بتاعتنا بالشكل ده كده نبدأ ان احنا نمشي على الشيب بتاعنا واحدة واحدة بالشكل ده كده نبدأ نمشي على الشيب بتاعنا محتاج ترحل يمين محتاج ترحل شمال و انت شغال مفيش مشكلة اهم حاجة الشيب بتاعنا يبقى مزبوط بالشكل ده كده نبدأ ان احنا نرحل شوية نصغر و نرحل و نرحل يمين و شمال بالسكيل و بال موض طول هيا تبدأ تمشي واحدة واحدة بالشكل ده كده الغغط كده كده تبدأ تمشي على الشيب بتاعك واحدة 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 هنيجي هنا هوا و نرحل ده شوية و نزبطه على السكيل بتاعنا كده ده برضو هنلم شوية بالسكيل و نلمه هنيجي على بداية الجزء ده كده الشكل ده كده بتاقي نفتح هذا بسيطة و نبدأ نكمل الشغل بتاعنا الشكل ده كده 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 و نرحل و نرحل و نرحل و نرحل و نرحل كده و نرحل و نرحل و نرحل و نرحل الشكل ده كده و نرحل 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 عشان نشوف الشكل العام بتاعنا تمام تمام جدا نبدأ نحدد و نرحل و نرحل الجزء اللي هو بتاع الاستيكر بتاعنا يبقى بالشكل ده كده ممكن نحنا نيجي هنا و نعمل تحديد على الجزء ده اللين ده و راي كليك نعمله بيسولف و نيجي ب على ده و يبدأ نزبطه على الشيب اللي عندنا ده كده عشان ما يعملناش مشاكل و احنا شغلين و ممكن كمان نيجي هنا نيجي على الجزء ده نعمل باللوك باللوك سيليكشن و ده برده نعملله بيسولد و نبدأ نيجي بنققى مش محتاجين ان احنا نشيبه احنا نرجع لنقل بتاعتنا كده بحيس ان احنا نقرب بس شكل شوية كده بحيس ان احنا نزبط الشيب بتاعنا يبقى مزبوط بالشكل ده كده على الحجود بتاعتنا عشان ما يضيقناش في الماتيريال او احنا بنحط الستيكر بتاعنا نجي بقى ان احنا ناخد الجزء ده كده تأكد ان انت واخد كل النقط و هناخد اللي تحكي دي كمان كده بالشكل ده كده ونعمل هجب بسيطة هجب ده في ايديك بقى حابب تخليه زي ما هو او حابب تدوله سيكمس لجوه بني مفتولكش الا شوية بحيس ان انت تبقى تبقى مبين الجزء بتاعك بقى شيء مطروك لك ما فيش مشكلة خلص هنيجي عليه كده ونعمل سيت سيليكشن عشان نبقى احنا كده ماشيين خطواتنا صح تمام هنيجي هنيجي نجيب ال نجيب اللوب نقف على ال ونجيب اللوب سيليكشن ونعلن على سيليكت لوب يدينا الجزء ده نبدأ انهنا نسحب بالسكيل كده ونجيب على ال نسحبه لبرا ونتأكد من مش اكسس سنتر الاكسس بتاعنا في السنتر ونجيب ال ونشده هنا كده ونتأكد ان في الزيرو عشان يجب هنا في النص ننزل ونخلي الميرور بلان اكس وواي ونشوف الشكل بتاعنا وصل معنا لفين الشكل ده كده لو انت عايز تعرض ممكن تزود بتاعتك اصد الاكسس بتاعتك تسحبه شوية كده هيزيد معاك والعمق اللي انت عايزه انا ممكن نزوده شوية ونرجع نعمل تاني نتأكد ان الاكسس بتاعنا نخليه في السنتر عشان يبقى شغلنا مصبوط نكمل بقية الجزء بتاعنا اللي فوق ونبدأ نبدأ ان احنا نزبد بس لا طبعا النقطة دي احنا بدر عليها شوية احنا بس كنا عايز اوريك النتيجة الاولانية فاحنا طبعا كل ده بدر عليه شوية انشان نمشي خطوة خطوة و الدنيا ما تقعش منك فاحنا هنمشي زي ما احنا ماشيين بالشكل ده كده هنجي بال ونعلم على الهجز دي كده ماشيين بالشكل ده كده وهناخد معنا برضه الجزء اللي فوق ده و نسحب ونضغطين alt وبعد كده بالاكسس نخلي y دي zero من فوق كده نسحب ونشد البرة كده ونجي من فوق نتأكد برضه ان الزد zero عشان يبقى معنا بالشكل ده كده هاجي اعمل انا حاجة هنا هعمل هنا look cut وهاجي على دول كده كلهم معادة اخر واحد وهعمل لهم بسولف يعشان يبقى معنا الشكل كده نلغي نبدأ ان احنا بقى نحدد الجزء ده كده محتاجين ان النقطة دي نشدها البرة كده شوية واحنا ممكن ان احنا نجي بكل ده ننزله كده شوية في النص نسحبه كده وهاجي هنا هعمل look cut وهعمل هنا look cut وهعمل هنا look cut وهعمل هنا look cut وهعمل هنا look cut وانا ماشي وانا ماشي عشان لو في اي مشاكل ابدأ اتفدها تمام ابدأ ان انا اكمل ال shape بتاعي بال scale واسحب كده شوية وانه ابدأ انا انا هبدأ ان انا ازبطها لما احتاج باداية كده ما فيهاش مشكلة على ال shape بتاعي كده انا هبدأ ان انا الم وافتح شوية ولم تاني اهوت بالشكل ده كده بغيت ما ننتهي من الشكل بتاعنا كده تي اللي هو scale الشكل ده كده راح فين بس ونيجي كده تاني و تي بال scale ونسحب تي ولم بغيت ما تزبط معنا على الشكل بتاعنا بالطريقة دي كده اهيت كده معايا انا بالدنيا تمام ان شاء الله باين الشكل وباين الشيط بتاعنا لو فعلنا sub division بقى الشكل معنا كده طيب تمام اول نيجي على المرحلة اللي احنا قلنا عليها اللي هي بال loop selection ونختار بقى واحنا معلمين على اللي في النص اللي هي select وطبعا هتسحب بقى ال ايمة اللي انت عايزها ب متطلباتك انت شوف انت عايزت تكبرها عايزت تصغرها عايزت تخليها رفياها عايزت تخليها كبير ده براحنا هنروح على مش access center ونخلي نتأكد ان الاكسس بتاعنا في النص وننشط ال ennubal access ونزبطهم على كده ونخليها في النص بالشكل ده كده نسحب ده طبعا لان sub division بتاعتنا دلوقت سكيلها تخير وهنيجي ونحن نضغط على alt نضغط على symmetry ونغير ال x y عشان يبقى الشكل ده وننزل subdivision ونشوف الشكل بتاعنا اهوت الشكل ده كده انا قصدت ان انا اعمل الحتة اللي داخلة دي عشان تباين معانا اكتر الشغل انت ممكن ما تعملهاش او على حسب المتطلبات بتاعتك على حسب ال design بس انا قلت اقولها لان كان فيه حد طلب قالي الداخلة دي ممكن تتعمل ازاي او كده فانا حبيت بس بالشيء يسكر ان احنا تبقى معانا بالشكل ده كده بحيث انها تبقى نسقط فيها ال design بتاعك نكمل نوقف بقى subdivision وال symmetry عايزين نعمل الرقبة هننزل cylinder تاني نفس الطريقة هنلغى الكابس هنشغلين بـ 18 فهنخلق signals 18 ونحوله ونصغر خالص ونطلع فوق كده بغاية ما يبقى في المكان بتاعه المزبوط هنصغره هنلمه كده من فوق نرى نرى كمان شوية ونركز معايا في النقطة اللي جاية دي عشان هتبقى مفيدة شوية تيجى بقى على الجزء ده كده ونعمله delete ونيجى على cylinder برضو ونشيله النص بتاعه ونسيبه زي ما هو وهنيجى بالـ edges نعلم على الجزء اللي تحت ده ونعمل اكسترود نقف على الـ skin نضغط alt ونشد لبرا كده الشكل ده كده وهنيجى على النقطة في الزب ونخليها 0 ونجيجى على النقطة الزب ونخليها 0 في الـ position عشان تبقى مظبوطة نعمل بالشكل ده كده انا نحتاج ان انا برضو اخليهم على مستوى واحد كده فهاجى على الزب في الـ Excel وهاجى هنا برضو في الزب واخليهم نزيله تمام كده جده انا عندي دي عايز امزل هكده وممكن ان انا ارحل كده شوية وهاجى على النقطتين دولت اهوك اخليهم بنفس المستوى وهنا على نفس المستوى بتاع الجسم بتاعي تمام التمام هاجى هنا على دول اهم احددهم كده اتركد ان انا مش محدد اي حاجة انا عايز الـ edges الخارجية بس دي هاجى من فوق بالـ scale وي سوري قبل الـ scale هتقرأ واسحب وبعد كده بالـ scale هاخلي الزب 0 واسحب لبرا كده الشكل ده كده وابدا انا هنا عايز اقطع لوكات في الجسم نفسه بقى و بصوا في نقطة هيت لو بصيت في نقطة دي النقطة دي انا مش عايزها طب اعمل ايه عشان اضيعها وارد ان اعمل right click واعمل optimize خلا صراحي save وهطلع السلندر مع السلندر الجسم مع الرقبة وهو اعمل لهم نقطة اجت and delete واجي بالـ البولوجين بن ابدأ ان انا وقف على الـ edges وابدا ألحم كل النقطة دي لبعضها بالشكل ده كده هيت تطلع معايا نحتاج هنا cut فهاجي اجيب اللوب cut وامن هو cut وارجع ويقصر معايا في حاجة ولا لا ونشوف قابليه ما يقصرش كثير يعني فنعمل له loop cut هنا ونجيب البولوجين بن ونبدأ نكمل تقفيل الشغل كده بيتانا بالطريقة دي كده هيت وهنا كمان بالطريقة دي كده ونساعل كل حاجة معانا الشكل ده كده زبطت معانا الرقبة بقت كلها حتة واحدة ممكن انا اجي بقى بالـ look cut وهاجي هنا احدد معايا القط انا ممكن اجي هنا كده وأطولها شوية عشان انا جاي محتاج هنا اعمل loop cut بعد ما عملت الـ look cut هاجي هنا هشيت بقى الـ look ده واعمل اكستوود لبره بالشكل ده كده ويهاجي من فوق النقطة دي هنخليها انا اخد احداثيات النقطة دي ونخليها وصاد او على نفس النقطة بالـ look بالشكل ده كده هتفعل الحاجة بتاعتي هابدأ ان انا تحدد بقى اشوف انت عايز ايه اللي انت عايز زرو وعايز تحدده تحدده بالشكل ده اصبع عندك الشكل العام كده نجد لها وعنده save و نيجي على الغطة نسمي ده body او الجسم الجسم المشي نيجي على الغطة هنخفي ده هننزل cylinder برضو هنخليه 18 هنشيق الكبس هنصغر كده نحول audit table ناخد الجسم ده كده بالشكل ده كده نلم النقط بالشكل ده كده نيجي على center نخليه خليه على الحجم بتاعنا كده نصغر بالشكل ده كده ننزل نشتغل بالage بقى كده ننسحب لفوق واللم بالشكل ده كده بعد كده ونسحب برضو فوق هنا كده ونسحب صاحبة ثانية ونلم كده كده ونطلع السنة اللي فوق ده كده الشكل ده كده اكسترود نضغط على scale ونتقلت ونسحب لجوه الشكل ده كده ويقلت ونسحب لتحت كده ونحن برده ونقلت ونسحب لجوه كده كده نحطه في سنحب ونحن برده ونحن برده كده كده ونحن برده نعدد النقط اللي احنا عايزين نبديها تبقى بتاعتها ظاهرة معنا بالشكل ده كده ازا ما احنا شايفين كده عشان تبقى الدنيا واضحة معنا بالشكل ده كده الدنيا معانا اه تمام انا محتاج ان انا اخد من دا كوبي واختيه وي اجعل ده اعمل له make the table تمام وي اجي على الجزء ده اعمل له delete والجزء اللي فوق ده اعمل له delete واجي على النص كده اعمل له delete وي اجي على ده اعمل له اكسترود انا معلم على كريات كابسل بره كده شوية وي اجي وي اجي rectangle اخد او ممكن اعمله طريقة اسم انا هاجي كده بعد ما اخدت انا هاخد الجزءين دول كده مسلا واعمل له split واشيد الجزء ده ماشي هاجي على الجزء ده كده اعمل له اعمل له اعمل له وبالموف اسحب ده جوه كده كده ماشي هزر الجسم بتاعي وي ده هعمل له access وحاول اطلعه بره شوية كده بره شوية شكوية كده ممكن ان انا اموت شوية كده اجي على الجزء ده كده واشيده فوق اخدود بتاعي كده ايب عندي بشك ده كده تمام تمام عشانه يزبط معي ويبقى الشغل تماما انا هخلي كل ده في center في النص وهذا هنزله في كلونر واخليه ready اكس وزب واسحابه فيدى اخليه عن الشكل التالي ارفع فوق كده هزا ود اطلع بس اظهره كده من كده ازود الايمة اللي انا عايزها وابدأ اشتغل على rotation بتاعه كده بالشكل ده وممكن بقى 15 ممكن اخليه 14 و 8 واشوف ممكن اخليه 14 و 7 14 و نص نظار معي يبقى 14 و 6 واشوف المتيجة بتاعته عنها ازاي ممكن اقل بالقينة شوية يبقى بالشكل ده دي طريقة ممكن انك تعملها والشكل اللي انت احبه مش هتفرق كتير معانا في الشكل ونبدأ نطلع الرغطات بالشكل ده كده وممكن ده نصنع الرغطات ممكن يبقى كله دلوقتي ممكن ماتيريال عشان بس تبقى الدنيا كلها واضحة نفعل طب عشان انا نفعل كورونا تعالى بالوقتي نخلي بستاندرد و بعد كده اه عشان انا ندي له ماتيريال اا كورونا طيب تعالى نفعل كورونا كيش مشكلة عشان تبقى شغلنا ظاهر واحنا ماشيين كده واحدة واحدة وننزل سكاي قلبيها تمانية نتبقى اللون ابيض ونشوف الناس نتبقى 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 تمام فعلا نكمل بقى شغلنا هنعمل نتبقى ونيجي على الرشاش نفسه ونشوف هنعمله ازاي هنجي بلان نتبقى نتصغر خالص كده اهوت انا مش عايز ومش عايز وهحولها ايجي تابل وهصغر الشكل ده كده اهوت هجبها على حدود بتاعتي الشكل ده كده اهوت اهوت وهاجي الشكل كده هاجي هنا لقط واعمل مثلا ثلاثة او اربعة على حسب لقط اللي انا محتاجها يبقى اننا انزل بس كده بالشكل على الشكل القدامي اهوت بالأجز هاجي اخذ الاجز دي وهشد وبالسكيل برضو هشد بكده اهوت بالسكيل برضو هشد وانزل لتحت كده على الحدود بتاعتي اهوت بالسكيل هبقى شد وانزل على السكيل عند اهوت الشكل ده كده ويهاجي ويهاجي على الجزء ده كده واسحبه وبالسكيل اهوت على Y اخليه زيره ويهالف بالروتيشن على الجزء اللي عندي ده كده ويه بالبوليجن بن قدق اننا قدق اننا اضبط الشكل بتاعي كده الشكل ده كده ممكن اجي هنا واعمل look cut ويه انزل دي كده شعي بولجن بن تاني ايه ابدأ اضبط الحدث بتاعته اهوت الشكل باك اصبع عندي الشكل التاعي مزبوط لانا كل اللي هعمل هواحد اللاين بتاعتي اهوت عشان تبقى شكل الحاجة كويس مش محتاج انا اكتر من كده كده انا عندي حكت كلها مزبوطة مزبوطة هي 8 اتنى ده الشكل اللي عندي هاجي اعلم بال الاجز على الجزء ده واسحب واعدل في الواي زيرو كده واسحب هنا كده وممكن اجي على الاجز دي ارحلها بس شوية وانده ممكن ارحلها كده شوية ماشي وهاجيب له القط على اول ده كده واعمل القط واسحب ده الفوق شوية بالشكل ده كده هاجي على الجزء با هاجي على الجزء با ارحله كده عشان ياخد معايا الشيب بالشكل ده كده كده معايا اهتمام هاجي برضو اجيب الاجزء اعلم على الجزء ده كده واسحب ممكن هنا نلغي الجزء ده ونسحب كده تمام و نلغي كده الشكل ده كده وهاجي نهو وعمل لقط واجيب البولج من ده واسحب وانا ضغط الجزء ده كده واشوف النتيجة بتاعتي اللايزة تمام سيف واجي على الجزء ده اللي بالعرض اللايزة اللاين ده احاول اخلي زيله كده وهبقى عمله روتيشن بحيث ان هو يبقى معايا شكله مستقيم اكدر وشكله ازادف وهاجي باكسس الزد واسحب بالشكل ده بالشكل ده كده واروح على select loop selection وعلم على لف النص ونعمل نفس الطريقة ونسحب لبرا الايمال اللي احنا عايزينها ونيجي من الزد نخليه zero بالشكل ده كده ونفس الطريقة نتأكد ال access center ونفعل enable ولا snap ونخلي الزد zero نحركها احنا بس عشان شغلك يبقى مظبوط وما تواجدش كل شوية ترحل الحاجة باديك كده هي الطعام نظهر بقى الشكل العام كبير قوي ممكن ان احنا نلمه بقى كده على كان بالشكل ده كده ونفعل subdivision ونبدأ نظبط بقى حاجة هنيجي عليها وهنيجي على الجزءين دول كده ونعمل ملت ملت ده ممكن تعمل لنا مشكلة هاجي فوقنا وهو واخد نفس تقريبا الايمة اللي تحت واعمل cut واعمل هنا برضه بنفس الايمة كده ايه cut ايه التقريب يعني وتبدأ تيجي على الجزء ده تعمله delete بالشكل ده كده ماشي ده كل اللي احنا محتاجينه انا عايز افعل subdivision عشان ابدأ احدد النقاط بتاعتي بالشكل ده كده وبالشكل ده كده وهنا 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 كده وتحت هنا كمان وانا ممكن انا حاسس ان انا لو جيت هنا كده عملت scale بسيط بص الدنيا اترمام ولو جيت من تشوف بقى انت لو تشتعل بالاكسس في كل حاجتك في السنتر بتلاقي شغلك تلقائي مزبوط ومفرووش اي حاجة تضايقك انا اعلم على line اللي تحت هقفل بس كده وممكن انا عايز بس line اده انا عايز الخارجي ماشي واسحب لتحت كده ولم شوية الشكل ده كده و اسحب بال scale كمان شوية بس كده 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 عندي تقريبا الجزء الرئيسي تمام تعال نحطه بقى كده الشكل ده طيب تمام انا هوقف بس الحاجة التحت انا عايز لا هنا كده احنا متعادة احنا كده هنا تمام الا اللهم ان انا محتاج بس ان انا ادي edges اكتر في الجزء ده انا اوه جزء ده كمان ايه اجز تمام كده بالشكل بالشكل بالعن بتاعي كده وممكن ان انا اجي انا مش عايز ازود السيجننس عشان متعادة ليش مشكلة انا هاجي هنا كده تشوف تحت في ايه مشكلة عشان احنا عملنا scale ف نقطة تتحركت فنعالجها بالراحة نيجي هنا ونجيب النقطة دي تشوف الزج بتاعي هنخليه زيبه وتظهر اسمتر بتاعك ومشكلتك تتحرك نيجي بقى على الجزء ده الجزء ده هنجيب تيوب ممكن ناخده من حتة واحدة على طول اوه صغر هنجي نخليه بنفس الارتفاع تقريبا نحول اودي تابل الادجز بتاعاتنا خش هنا كده تمام نحتاجين نكبر شوية لانه هو اكبر من الجزء الرشاش نفسه هنعمله كده تمام وهو بس منطقية النواة هيبقى من البلان مش من الكيوب ف احنا هنتفادى بقى ان احنا نعمل ده كده لوب سيلكشن عليش هيبقى تيجي من البلان مش من كيوب فاحنا هنعمل ده كده اول احنا هنعمل ده كده اول احنا هنعمل ده كده سبلت وندلت جسم الكيوب نعمل ده نعمل له بالشكل ده كده نخش من الفرونت عشان يبقى على الحدود بتاعتنا هو تقريبا على الحدود بتاعتنا نقول له عشان بس الشول مزبوط ونبدأ بالاكسترود وتعلم على ونسحب كده نخش بقى على ما umm yeah لقينا بتاعتنا بالزبط اهلية وبعد كده نسحب كده وبعد كده نيجب من على ال которуюكيوب الداخله كده ونحب كده وننزل شوى وبعدين نسحب واحد تاني وننزل بالاكسس بالشكل ده كده و right click extrude و scale و alto نسحب كده و نتقى alto نسحب الاكسس لجوه بالشكل ده كده و نحطه و نبدأ ننعم الدنيا بتاعتك بالشكل ده كده تبديده انت تفصيل بها من عندك كده اظهره اكتر الشكل دك احسابه تفصيل بها تفصيل تفصيل ترجمة نانسي قنقر الشكل اللي انت شايفو كده اصبح الجسم وكله معك بالشكل ده كده نحتاجين ان احنا نوصح هذا كده على الجسم بقى معك بالشكل ده كده نبدأ ان نخش عالجزء اللي هو بتاع دراع الرشاش ده نعمل سيف وناخد كل الحاجة بتاعاتنا نحطها جوه كده ونقفلها نعمل سيف هننسي البلان وغير روتيشن بتاعها نسحبها لفوق كده نصغر وغير روتيشن بتاعها نخلاها مينس زد نسحب على الجزء اللي عندنا كده ونصغر مش محتاجين برده سيجنانس مينس زد وعزينها اده اشتغل ب انه قد تحت كده خلي الاكسس بالنص بالشكل ده كده بالشكل ده وستعين بالبلغن بن فهنشي على الحديد تحت كده هؤلاء بالحديد تحت كده هؤلاء 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 انها قد تحت بالشكل ده بالشكل ده هؤلاء انها هاجي هنا. وباللوكات هعمل لوكات هنا. بلوجن باني. وابدأ ان انا ممكن احليه النقطة على الحدود الخارجية دي كده. بالشكل ده كده. بابل بلوجن باني بابدأ ان انا. حدد. الاشكال الشكل بتاعي. على الخدود بتاعتي كده. هيت. لو انت كل ده وانت اضغط هلط طبعا. بالشكل انا. هاجي هنا. على الage. او الخط اللي في النص ده. بنسح وانا ضغط اوض. برضو نفس ما اعملنا في الغطا هنعمل هنا نسحبه لبرة. بالشكل ده كده. وهنجيب. اللوب سيليكشن نعلم معل في النص بنفس الطريقة. ونسحب الايمال اللي احنا عايزينها. ونخلي الزد عندي زيرو. وهتأكد ان الاكسي بتاعي في النص. اعلم على الاسناب و الانابل اسناب. انزل السيمتري. وغير الكلام بتاعتي. وانزل السابد فيجن. وابدأ احدد النقط بتاعتي اللي انا. محتاج انها تبقى. اجز اقتش. الشكل ده كده. محتاج حاجة بعينيك كده ايه. تزبط. الشمل. نزوج. حسوسها كبيرة. تعالى اقف على السابد فيجن. ومن الزد لمنهى شوية كده. وتعالى خلي. الاكسيس بتاعك. في النص بالشكل ده. كده. اتفاقنا ان هو بالعربي في مسمياتنا مشيها بالعربي طبعا مسمياتك انت على حسب ما انت عايز تسهم. ده كده الشكل. المبدئي بتاعنا. ويجي على الجزء ده. الجزء ده بسيط. هنعمله من. كيوب. المبدئ. حول ادتيبل. ولمب خالص كده صغر بالسكيل بتاعك. هاته. هنا كده. اعود. خليه على النص. شد كده. طلع فوق. ماشي. تعالى. هنعلم على. الجزء دي. والجزء دي. رائت كلك. اكسطرود. انار اكسطرود. واكسطرود واسحب لبرة. اسحب شوية حيويين يعني. اكسطروده هوت. وبعدين انار تاني بنفس الايمة. تتقى على قبلايها يدك نفس الايمة. وتعالى على اكسطرود. تتقى على قبلايها هي تديك نفس الايمة. حطها في. بس اداتك الشكل اللي هو موجود بالتأييد بقى بالشكل ده كده ده الشكل بتاعنا ونشوف ده اصبح الشكل بتاع العلبة زي ما انت شايفك ممكن يكون الجسم مش متناسق فاحنا ممكن ان احنا محتاجين نعرضه شوية فهنقف هنا كده تاني ونفعل طبعا لو عملنا كده دلوقتي ممكن الزوء اجراء بطبوز فاحنا هنعرضها بس حاجة بسيطة كده علشان ما نلعبش حاجة كتير بس طبعا وانت شغال يفضل ان انت تاخد بالك من حاجة زي كده بس اظن ان هي تماما مش اللي هي اكلام ممكن تكون زبطت شوية هيا موسيقى خزق 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 ده الشكل بتاعنا ده ما انتهى البساطة بسلاسة عالة تشوف الماتيريال اللي انت ها تديه هولو فاحنا هنخلي الغطى كله هيبقى زى اللي في الصورة تقريبا سيلبر ممكن نزود فيه الرفليكشن شوية والجسم براحتك ممكن ان انت تديه اتنين واحد في الديفيوز يبقى على اورنج مثلا وتيجي في الرفليكشن وتخلي واحد مثلا على اغضر السيلا health ماي للاسفرار شوية الرفليكشن الثانى هيا厚ى قده هنا نحطه هنا اه ممكن نخلي اغضر بقى فالص كده عشان يبقى معانا بالشكل ده كده ودعنا نضيفه أورانج أكثر ساتح شوية تعالى نقلل بقى درجة الرفلكشن شوية نشوف ده حطنا هنا كده وصوفنا النتيجة بالشكل ده كده تعالى نرف العلبة نفسها كده عشان تبقى انت بالمنظر ده كده طبعا دي طريقة والطريقة التانية انك هنيجى على الجسم نفسه و هناخد منه كوب ايه احتفظ بيه و هناخد منه كوب ايه احتفظ بيه خليه كله كده ميك ادي تيبل و تعالى نبديله قبل مما سوري بلاش ناخد الساب ديفيجن هناخد بس السيمتري هو اللي هنعمله ميك ادي تيبل و سيلكت و قوله من الاكسترود هنبديله اكسترود لجوه زي سيكنس كده لجسم الهن يبدأ ايه زال معك لو عايز بقى تزيد الموضوع ممكن ان انت تحط جوه سلندر ويتشيل الكابس منه اللي هو بيبقى الخرطوم او اللي بيطلع منه المياه بالشكل ده كان تخليه في النص معاك و ممكن تديله اي لون Bears بينجواو front و فيك انك تعملها شفافة خالص فدا طبعا انا مش عايز التطول عليك الميثريا الدي هتبقى خاصة ديك انت فاشوف انتت ها يستوصل لأيه و على حسب النتيجة التحقيق تعال هنا هنبتكي طبعا محددين مكان الماتيريال فانا هجيب الماتيريال طبعا هنعمل الماتيريال خاصة عشان ما يبقاش فيها بس مشاكل فانا اخدها احطها هنا كده واقف واشد عليها ال اللي احنا عاملينه عشان يزبط معانا في الشور طبعا الجسم هنا لازم الماتيريال ينزل هنا عشان احنا نحطنها على الجسم نفسه طبعا هو مش نخلي بقى هنا عشان الدنيا تظهر معاك بقى نخلي الماتيريال يبقى لون واحد عشان الشور يزهر معاك فانا هنلغي الماتيريال دي خالص وامل الماتيريال جديدة فانا هاختار مثلا اللون نخليها لون اورنج مثلا او حاجة ميلة على الاحمر كده وهندلها خفيف ونشوف النتيجة تمام وين هاجي هنا كده بابل كليك وين نشوف عشان احنا حولناها فالستس اللي اكش هنروح فانا هنكتب ان احنا محددين فانا هاخد تاني الجزء ده كله معايا اروت ناشي ونشد فيه الماتيريال بتاعتي وهعمله فت واعمله كيوبك واعمل Vertical Design Mirror اعمله Vertical تاني ابدأ تلعب فيه الاحباسيات بتاعتك وتشوف اللي انت عايز تزبطه وبقى بالشكل ده كده معاك كده هنا عشان انت اعمل تحديد ممكن ما يكونش بشكل كامل او او Subdivision لانا بتحطه بياخد جزء من الماتيريال بيلومه شوية فانت ممكن تحلها بانك تعمل بقى او 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 تخلي الماتيريال بس الواحده اتحررها بره كده تعالى نخلي الجسم بتاعنا الروتشن بتاعه مزبوط وبقى بكده نشوف نجعله الماتيريال بتاعتك ابدأ تزبطها تلسكيل كده بالروحة لغاية ما تزبط معاك دي حل حل الثاني انك طبعا لو عملت كل ده make edit table وبدأت هنا هو اعملك set selection لوحده حطيته هنا واعملت set cubic واعملت له horizontal هيزبط معاك برضه وممكن ان انت هتلعب في scale بتاعك هنا عشقها ومش متحددين اساسا هنرجع تاني دي الجسم الاصل بتاعنا بقى اللي احنا عاملينه انا كنت بواريج بس الدنيا فاحنا هنحط الماتيريال بتاعتنا هنا و هنيجي و هنيجي نحط نتلقل بتاعتنا و نعمل الشغل بتاعنا مزبوط بالطريقة دي كده اصبح الموضوع عندك تم طيب لو انا عايز مش عايز الحتة اللي دخلة دي انا هدلق عندي set selection انا عامله لو خليته zero هاجي كده اوقف subdivision نصوان عشان احنا نعملين rotation للجسم نفسه العلبة كلها فيه هنعملها كده و هنيجي double click على subdivision دا انت ممكن تحركوا بقى بره جوه زي ما انت عايز بالشكل دا كده عشان لو حبيت تعدل بعد كده يبقى في ايدك ان انت ممكن تستغل برده set selection في كده حاجه بالشكل دا كده انك تطلقه بره ممكن تخليها على نفس scale بتاعه فانت ممكن تستفيد set selection بتاعك بكده طريقة احنا لو جينا هنا وعملنا look cut هنا يبدأ يزبط بقى معاك الزبط النهائي ان انت تبدأ تلم شوية ال edges بتاعتك عشان في الاخر تلاقي الماتيريال بتاعتك مزبوطة على الشغل اللي انت عملي بالطريقة دي كده يعني احنا لو خدنا بقى background انت انا بحب اعمل اتنين واحدة ال reflection بتاعه هيبقى بعيف شوية واحدة reflection بتاعه هيبقى قوي للارضية والخفيفة شوية اللي تحيطها عشان ما يعكس يبقى الانعكاس بتاعك كله على الارض بالشكل دا كده بكده نكون خلصنا الدرس بشكركم جدا وبشكر اهتمامكم وبشكر كل الناس اللي بتبعتلي تعليقات بتهتم انها تسأل وتتفسر او لو كان عبارة عن شكر فانا بشكركم جدا جدا وبتمنى لكم كل التوفيق وكل سنة وحضراتكم بخير وعيد سعيد عليكم يا رب ونلتقي الدرس جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العزيز